شهيد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية المؤتمر الصحفي للإعلان عن استراتيجية منظمة بريف التجارية والتسويقية وحضر المؤتمر الصحفي سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية ووزير الشؤون الإعلام سعادة السيد علي بن محمد الرميحي ووزير الشؤون الشباب والرياضة سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وأمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية سعادة السيد محمد حسن النصف وعدد من المسؤولين بالقطاعين الحكومي والخاص ولفيف من الأسرة الإعلامية المحلية وممثل وسائل الإعلام الأجنبية وعدد من المدعوين وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نبارك لمنظمة بريف المنبثقة عن منظمة خالد بن حمد الرياضية إعلان الاستراتيجية التجارية والتسويقية فهذه إحدى الخطوات المستقبلية المدروسة من قبل المنظمة والتي تأتي ترجمة لرؤيتنا التي وضعناها لدعم بطولة بريف فالبطولة استطعت أن تشق طريقها بنجاح وتؤكد أنها ماركة بحرينية مسجلة في سماء رياضة فنون القتال المختلطة العالمية والذي جاء بفضل ما تحظى به الرياضة البحرينية من رعاية ودعم من لدن سيد الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه ومتابعة مستمرة من قبل أخي سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة فقد استطاعت البطولة أن تحقق أهدافا من أبرزها تعريف العالم بمملكة البحرين كدولة ذات منجزات حضارية ورياضية كما سهمت في تعزيز المكان المرموقة التي وصلت إليها الرياضة البحرينية على الساحة الرياضية والدولية واتبع سمو إننا ومنذ تجشين هذه البطولة قد وضعنا لها شعار العالمية ورسمنا لها طريقا تحقق من خلاله الأهداف التي وضعناها والتي يمكن من خلالها تسخير الرياضة في تعزيز العلاقات بين مملكة البحرين والدول المستضيفة لمنافسات هذه البطولة من أجل بناء جسور من التعاون الرياضي والاقتصادي حيث مكنها ذلك من فتح آفاق وفرص جديدة للشركات من أجل دعم الاحتراف الرياضي وبخاصة على صعيد رياضة فنون القتال المختلطة وكذلك دعم الجانبين السياحي والتجاري لتكون هذه البطولة ذات أبعاد مستقبلية تعزز من العلاقات الثنائية بين الدول الشقيقة والصديقة لتصبح بذلك البطولة لتصبح بذلك البطولة الرياضية ذات الطابع الأشمل عالميا اليوم كانت الفعالية مخصصة للجانب الآخر من مسابقة بريف من حيث الأرقام والتطور والإنجازات التي حققتها رياضة فنون القتال المختلطة البحرينية على المستويين الإقليمي والدولي كما ألقت هذه الفعالية الضوء على العوائد الاقتصادية لهذه الرياضة ودور هذه الرياضة لإبراز دور البحرين على المستوى الدولي وإبراز المنجزات الحضارية والرياضية للبحرين هذه خطوة جدا ناجحة لأي رياضة تب يطور من نفسها اليوم بريف ليست مجرد لعبة فنون القتال اليوم بريف عندها العديد من المنتجات اليوم بريف تعتبر أكبر منظمة انتشارا إعلاميا في العالم هذه كلها أمور تجعل منظمة بريف من أقوى المنظمة نحن اليوم يمكن نشوف منظمة بريف كثاني أقوى منظمة في العالم من بعد UFC ولكن إعلاميا وكانتشار في المنطقة في قارة آسيا نشوف بريف أن هي أكثر انتشارا أكثر عملا للفعاليات اليوم بريف تعمل فعاليتين كل شهر يمكن هذه المنظمة الوحيدة منذ انشئة لعبة فنون القتال المختلطة التي تقوم بهذه العدد من الفعاليات خلال الشهر الواحد أو خلال السنة الواحدة هذا شيء طبعا يبعث بالفخر نحن فخورين جدا بهذه المنظمة فخورين جدا بوجودنا بهذه المنظمة فخورين جدا في أن نحن ننفذ رؤية وتطلعات سمو الشيخ خالد بن حمد ترجمة نانسي قنقر